طائرات لإخماد الحرائق تجوب هنا في الأجواء في مدينة حيفا وهي أحد المواقع في البلاد الذي يتعرض لحرائق مدينة حيفا تم إخلاء ستين ألف من سكانها بسبب وصول ألسينة النيران إلى ثلاثة عشر حياً الأمر الذي أدى إلى أضرار في داخل المنازل واستدعى قوات الأمن لإخلاء السكان منها إلى مناطق أكثر أمناً وأحد الأحياء في مدينة حيفا هو حي رميمة الذي تعرض لألسينة النيران هذا المنزل هو للمواطنة عنات التي تقول إنه سيكون من الصعب العودة إليه في الأيام القادمة وتحدثنا بلوعة وألم عما جرى لها بالأمس عندما أتت مع أولادها من أجل الدخول إلى منزلها المنزل احترق بالكامل ولا نملك شيئاً الآن عندما وصلت إلى هنا في السيارة توجهت مباشرة إلى الخلف وهربت مع الأولاد في طريق مقتضى بالسيارات إلى منطقة أكثر أمناً وبعد الظهر أرسلوا لنا صورة لمنزلنا وهو يشتعل قوات من الجيش ومن الإنقاذ تعمل هنا بالمجمل كتيبتين تابعتين الجيش ولكن هذه القوات لا تكفي فقد طلب رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو مساعدات من دول مختلفة مثل اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وروسيا من أجل إرسال طائرات لإخماد النيران التي تشتعل ولا تزال تشتعل في هذه الأثناء ولكن الرصيد الجوي يقول إن هذه المهمة صعبة للغاية في هذه الأجواء الحالية حيث إن الجفاف وشح الأمطار يؤديان إلى صعوبة في إخماد هذه الحرائق والأمر الذي يؤدي إلى التواصل في ألسنة النيران المشتعلة في عدة أماكن لكن من ناحية ثانية هناك اتهامات من قبل جهات مختلفة في داخل الحكومة الذين يقولون إن هذه النيران هي مفتعلة على خلفية إرهاب قومي كما يقولون لكن هذه الادعاءات لم ترق لرئيس القائمة المشتركة نائب أيمن عود الذي رفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا واعتبرها أنها إرهاب ضد المواطنين العرب من ناحيتها السلطة الفلسطينية قامت بتقديم مساعدة وإن كانت بسيطة بإرسال ثماني عربات رش وهي تقوم الآن في هذه الأثناء بالعمل مع قوات الإنقاذ الإسرائيلية من أجل إخماد حرائق في منطقة مدينة القدس في هذه الأثناء يمكننا أن نقول أن هناك محاولات حثيثة لإخماد هذه الحرائق واحتوائها ولكن يبدو أن الطقس والجفاف سيزيدان المهمة تعقيدا من مدينة حيفا يحيى قاسم الحرة